موسيقى نحن الآن في منطقة قرون الديمح على حق الرقم 10 نقوم بعملية تطهير هذا الحقل من الألغام الموجودة فيه والعبوات الناسفة عمل فريقنا على تطهير أكثر من 15 حقل ومنطقة ملغومة ومشبهة وتم استخراج أكثر من 2500 لوم وحوالي 150 أبوات الناسفة كذلك عدد من الصواريخ وقنابل الطيران قنابل الطيران هذه التي استخدمت من قبل الحوثيين في تفجير الجسور والعبارات ووجدناها في بعض المنشآت الحكومية أو المنشآت العامة وهذه القنابل أو الصواريخ الطيران لها تأثير كبير من ناحية قوتها التدميرية وأيضا من ناحية تأثيرها على البيئة والسكان المحيطين أثناء انفجارها تعرضنا لبعض الحوادث في بعض الفرق طبعا من البرنامج الوطني التعامل مع الألغام ومشروع مسامحة بلا ألغام ورغم تعرضنا لبعض هذه الحوادث وانفجار السيارات وأيضا إصابة بعض الأخوة النازعين إلا أنه لازمنا مستعدين لتطهير أرضنا اليمنية مهما كانت الخسائر ومهما كانت النتائج جهودنا سوف تستمر رغم هذه الصعوبات ورغم هذه التضحيات التي نقدمها في سبيل تطهير الأرض اليمنية من مخلفات الألغام والقضائف والطواريخ